أوقفت شرطة مطار هوريب مدينة دولي أمس لعب شببة القبائل إلياس بن يوسف بعدما كان متوجهاً رفقة زميله في الفريق الحارس عبدالقادر صالحي لمدينة مراكش المغربية لقضاء بعض الأيام وتم يقاف اللعب بسبب صدور مذكرة توقيف في حقه من قبل وكيل الجمهورية وفقاً لمصدر المسؤول في الإدارة فإن قرار التوقيف جاء بسبب استدعاء سابق تلقاه اللعب دون أن يمطل